وزارة تربية الوطنية تسابق الزمن تحذيراً للبكالوريا الاستثنائية 11 يوماً فقط تفصيلنا عن الامتحانات المقررة بداية من الثالث عشر وإلى غاية الثامن عشر من الشهر الجاري التحذيرات على قدم وساق على مستوى جميع القطاعات المعنية بتنظيم هذه الدورة إجراءات الدورة الاستثنائية ستكون نفسها المطبقة في الدورة السابقة من حيث حجب مواقع التواصل الاجتماعي والإقصاء بسبب محاولات الغش والتأخر عن مركز الإجراء سحب الاستدعاءات بالنسبة للمعنيين بالدورة الاستثنائية تكون بداية من الرابع وإلى غاية الثامن عشر من الشهر الجاري عملية إعداد الأسئلة على مستوى ديوان الامتحانات والمسابقات انطلقت بعد أن قررت الوزارة الوصية عدم الاستعانة بالأسئلة الاحتياطية للدورة السابقة وهذا تفادياً لتصريبها وبالنسبة لمراكز إجراء الامتحانات لن تكون تلك الخاصة بالدورة العادية حيث تم جمع المترشحين في مراكز حسب الإطار الجغرافي لمقارات سكناهم كما تم تخصيص مراكز خاصة بالمترشحين الأحرار وأخرى بالنظاميين وتفادياً لاحتجاجات الأساتذة أفادت مصادر الشروق عن العمل بقدر الإمكان على عدم الاستعانة بالأساتذة المصححين للدورة العادية بسبب التعب والإرهاق الذي يعاني منه بعض الأساتذة الإعلان عن النتائج النهائية للدورتين الاستثنائية والعادية يكون نهاية شهر جولي الجاري اشتركوا في القناة